السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة معلومة فيدك اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أهلا بكم النهاردة ان شاء الله سنعرض عليكم أبرز فوائد عشبة رجل الأسد وأهم استخداماتها فتابعوا معنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة معلومة فيدك كثير من الأشخاص لم يسموا عن عشبة رجل الأسد في هذا الفيديو سنعرض عليكم بعض من فوائد عشبة رجل الأسد لكن قبل أن نعرض الفوائد وطريقة الاستخدام يجب عليك استشارة الطبيب المختص أولا وهذا لاستخدام أكثر أمانا وخصوصا للمرأة الحامل والمرأة المرضى والكبار ومرضى السكري ومرضى تليف الكبد إليكم بعض فوائد عشبة رجل الأسد المساعدة على الهضم التقليل من ألم الحيض دعم صحة الفم علاج مشاكل الجلد تعزيز صحة الشعر منع نزلات البرد والأنف الونزة سنعرض عليكم طرق استخدام عشبة رجل الأسد هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدام فيها عشبة رجل الأسد أولا استخدام عشبة رجل الأسد كمشروب يمكنك استخدامها كمشروب باتباع الخطوات الآتية إضافة ملعقة كبيرة من عشبة رجل الأسد إلى كوب من الماء المغلي ثم ترك العشبة منقوعة بالماء المغلي لمدة عشر دقائق ثم تصفيتها وشربها ثانيا استخدام عشبة رجل الأسد خارجيا يمكن استخدامها خارجيا عن طريق إضافتها إلى حوض الاستحمام الخاص به أو تحضير عشبة رجل الأسد كمرهم حيث يضاف إليها لحاء البلوط ونبت الذيل الحصان ومن ثم يتم وضع المرهم على مناطق الالتهاب كما يساعد ذلك المرهم المصنوع من رجل الأسد في التخلص من بعض الأمراض النسائية مثل الإفرازات المهبلية والحكة والعدوى الفطرية إليكم الأثار الجانبية لعشبة رجل الأسد تعد عشبة رجل الأسد آمنة بشكل عام للعديد من الأشخاص عند تناولها عن طريق الفم ولكن في حال كنت حاملا أو مرضع تجنبي تلك العشبة لتجنب حدوث أي مضاعفات عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أن المنتجات الطبيعية غير آمنة الاستخدام وتعتمد بشكل أساسي على الجرعات لذلك تأكد من اتباع الإرشادات المرفقة على المنتج مع استشارة الطبيب أو الصيدلي أتمنى من الله عز وجل أن تكون يستفد فضلا وعيس أمرا اشترك في القناة ودعمنا بلايك ليس لكل جديد مفيدنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته